السلام عليكم و مرحبا بكم معا في فيديو جديد سوف نشارك معكم كيف مشتو كيكا خسرت لي و لا يمكن نضيع المقادر التي ينفيها بزمد المقادر البيت والزيت والسكر لا يمكن أن نضيع المقادر سوف أريكم طريقة لتخسر الكيكا كيف سوف تخرجوا منها طاقة جيل ديدة و زوية في المعداق أول حاجة سوف نأخذ الكيكا سوف نأخذ نصف الكيميه إذا أردت الكيميه لا يوجد مشكلة بالنصف الكيميه اللي احتفت بها في تلاجة نستطيع نعود بها الوصفة نستطيع نصف بها وصفات وحد أخرين يعني تستعملوها في بزاف الحواج هذه النصف الكيميه اللي اخذت لأن عدد الأفراد قليل يعني انتم كيفما كنت لكم ضعف الكيميه سوف نأخذها سوف نفرسها بها الطريقة حتى تكون قطع شوية اللي هي صغيرة من بعد سوف نطحنها في طحانة كهربائية سوف نأخذكم طريقة كيفما يكون القوام هنا سوف نطحنها كيفما كنت لكم سوف نفرسها بشوية حتى لا تخسرش الماكينة ديالي ولا الطحانة ديالي سوف نأخذ مول اللي سوف ندهنه بزبدة كيفما كنت معايا بالنسبة لهاد المول سوف نفتح شوية يعني ما لقش لي لانك كيميا قليلة سوف نوريه لكم من بعد هنا سوف نوريكم القوام ديال الكيكة مني نطحنتها سوف نضيف لها ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ديال الزبدة لا تدوبتها يعني حتى تكيف ماء سوف ندمجها مع الكيكة القديم الدليل اللي تتحنت سوف ندمجها مزّيان حتى ثقة تندمج العنصر مزيان ومن بعد سوف نضيف لها نصف كأس من العصير البرتقال العصير البرتقال اللي عصرته من قبل هاتوا ما شيروا معين نصف كأس عصير البرتقال اللي سوف نضيف لها ملعقة كثيرة سوف ندمج العناصر جيدا سوف ندمج العناصر جيدا سوف نسرحه في اللاطة التي سوف نستعمل سوف نضيف الكريمة سوف نضيف الكريمة سوف نضيف الكريمة يمكنكم أن يضيعونها بالشوكولاتة و بالفواكه من الخطوة السبب رغبتها سوف ندبها سوف نحتاج لها جوج بيضات و سكر سقيل و مبشور الحمضة و نصف كأس العسر الحمض ليمون هنا هاد المقادر كيف ما كنت لكم بسيطة و كتوفر كل منزل يعني واحد الكريمة اللي ما كتحتاج لها لحليب لح تحاجة يعني كتوجد معكم غيب البيض و السكر سقيل و بغيتوا تستعملوا الليمون بغيتوا تستعملوا البرتقال كيبقى اغتياري لكم كتبقى النتيجة هي هي غادي ناخد البيض غادي نضيف له السكر سقيل هنا كيف ما كنت تكون كأس مع مرش كأس العنبى مع مرش دي السكر سقيل غادي نطرب السكر سقيل مع البيض حتى تندمج معي العناصر مزيان غادي نضيف لهم عصر ديال الليمون كيف ما كنت لكم يمكن لكم تستعملوا بتاع عصر البرتقال قبصة ديال الملح غادي نطرب مزيان حتى تندمج معي العناصر كامل ها و غادي نضيف مبشور ديال الحامض يعني ديال الليمون مبشور ديال الليمون اللي غادي نضيفه و غادي ننطرب مزيان حتى تندمج معي العناصر كيف ما شفتوا معايا يبقى فيها لحبيبات الأولوية لأنه سرد ليمون يعني كيتفاعل معها ما غاديش تحتاجوا أنه ما تخافوش زبا من دول حبابات اللي كيكونوا فيها من بعد غادي نوضعها في كاسرول اللي غادي نديرها على نار هادئة يعني النهار النار تكون مهيلة ما تكونش العافية مجهدة باش ما تحرقش ليكم وما تطيبش ليكم البيض ضغية يعني خاص النار تكون مهيلة وانتي كتستمر في التحريك وانتي ياخدامه وانتي كتستمر في التحريك باش ما كتطيبش معانا البيض بسرعة يعني كندير كيف ما كتلكم العافية مهيلة وفي نفس الوقت كنحرك حتى كتعقاد معايا الكريمة دياني منين عقادة الكريمة لها هاد الشكل كيف ما شوشوا معايا غادي نضيف ليها جوج معالق كبار ديال الزبدة جوج معالق كبار ديال الزبدة هنا رب انا استمرت في التحريك لان بقى سخونة كيف مخر حيتها على النار غادي نضيف ليها الزبدة باش كتفاعل معاها جوج معالق كبار وكنحركها مزيان حتى كدو في هذه الزبدة كاملها وهنا من بعد غادي نضيرها في تلاجة غا نحتفظ بها في تلاجة واحد لمدة كيف ما كتلكم معالما كتوجدوا الكيك ديال كوم هذا مهم يلا بديتو بالكريمة هي اللولا يعني كتخليوها في تلاجة كتغطيوها تحطوها في تلاجة باش ما كتكوش ديال الكشرة الفوقانية واصلا الزبدة زبدة ما الصراحة ما كتخليهاش انها تكون عندها ديال الكشرة اللي كتكون من الفوق من بعد غادي نضيرها كيف ما شفتوا من قبل درتها فوق العجين اللي صايبت ديال الكيك وجيت بها للشكل انا كيف ما كلكم خليتها سادة زمان مدتلي على زواق لا حتى حاجة مدتلي على شوكولات لا فخوي يمكن لكم انتم ما تدروا اللي بغيتوا يعني تزوقوها باش ما بغيتوا بالشوكولات بالفواكه الجافة بالفواكه الطبيعية كي يبقى طريقة اختيارية لكم هنا اه نتمنى ان هاد الوصفة تنجح معاكم وتنال اعجابكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله